مجموعة تخترق الوسطى التعليمي وتحوله إلى مركز لنشر أفكارها الخادمة للمشروع الإيراني في العراق قديمة التأسيس لكنها بدأت تأخذ أبعادا خطيرة تهدد أجيالا بكاملها عبر تسميم أفكارها المجموعة هي تجمع أبناء المهندس نسبة لأبو مهد المهندس الذي قتل في غارة أمريكية عام 2020 وهي كما عرفها معدو واشنطن لدراسات الشرق الأدنى منظمة اجتماعية مرتبطة بالحكومة وتسيطر عليها جماعات مسلحة تصنفها الولايات المتحدة حركات إرهابية مثل ميليشيات حزب الله والعصاب تركز الجماعة على العمليات الاجتماعية التي تتمح وروحها للجامعات العراقية مع التركيز على تحديد العراقيين الموهبين لتقديم المزيد من الخدمات لأجهزة الأمن والمخابرات الإيرانية ضمن أهداف تتمحور حول تعزيز ونشر أديولوجية الخميني من خلال الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والتعليمية في الجامعات العراقية وكذلك اختراق الجامعات العراقية لتدريب وتجنيد نوخا بالمستقبل في المجتمع العراقي من أجل خلق مجموعة أعضاء جدد ممن يطلقون على أنفسهم تسمية المقاومة وتشمل أنشطة هذه الجماعات تنظيم الاحتجاجات والمسيرات واحتفالات أداء القسم وإحياء ذكر مقتل زعماء ميليشيات الحشد والندوات والمنح الدراسي للطلاب العراقيين للدراسة في إيران أما عن تأسيس الجماعة كما يقول معهد واشنطن فلقد تكونت في الأصل من حراس أمن خاصين تم إدخالهم إلى الجامعات العراقية في الفترة بين عامي 2010 و2014 واستخدموا أعضاء من ميليشيا حزب الله والعصائب وميليشيات أخرى مدعومة من إيران بتمكين من وزير التعليم العالي أنذاك والقيادي في حزب الدعوة علي الأديب ومنذ تسلمي نعيم العبودي القيادي في ميليشيا العصائب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصبح نفوذ أبناء المهندس في الجامعات العراقية أكثر حضوراً وسخرت لهم كل الإمكانيات لنشر أفكارها المتطرفة وسط الشباب الجامعي عبر إقامة ندوات ونشاطات يغلب عليها طابع الطائفية والكراهية والولاء المطلقي للنظام الإيراني اشتركوا في القناة